إذن ليست الخسارة على اليمن فقط وعلى الدول المتشاطئة في البحر الأحمر التي عانت الكثير في أزمة الاقتصادية وتراجع الواردات وأيضا العوائد أزمة البحر الأحمر إلى تصعد في ظل استمرار الحوثي في هجماته التي تستهدف السفن التجارية موقع بلومبرغ أعتبر أن شهر يونيو الماضي شهد أكبر عدد للهجمات على السفن التجارية منذ بداية العام حيث أكد انخفاض عدد السفن التي تعبر البحر الأحمر بنحو 70% كما توقفت ناقلات الغاز عن العبور مسؤولون استخباراتيون أمريكيون أكدوا أن هجمات الحوثي على السفن أدت إلى انخفاض شحن الحاويات عبر موانئ المنطقة بنسبة تصل إلى 90% تأثير الهجمات أضر بملاقل عن 65 دولة وأجبر نحو 29 شركة كبرى للطاقة والشحن على تغيير مساراتها وزاد مصار طرق الشحن البديلة حول أفريقيا إلى 11 ألف ميل بحري لكل رحلة بمساهمة في ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين واستخدم الحوثيون في هجماتهم أسلحة مختلفة من الصواريخ الباليستية التي أكدت تقارير دولية بأنها إيرانية ومداها يتروح ما بين 1600 إلى 2000 من 2000 كيلو متر إضافة إلى صواريخ كروز ومع القيود والعقوبات الدولية المفروضة على الحوثيين شرعت الجماعة في البحث عن وسائل لإدخل الأسلحة إلى اليمن وعملت على تأسيس معامل وورش تصنيع وتولى خبراء إيرانيون ويمنيون إعادة تجميع وصنع الطائرات المسيرة التي تم تهريبها إلى اليمن إضافة إلى زوارق المسيرة التي دخلت مؤخرا على خط الهجمات